مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يحتفل العالم الإسلامي هذا الإسبوع بعيد الأطحى وبهذه المناسبة حابين نقول لكل مشاهدين المسلمين في كل البقاع كل سنة وحضراتكم بكل الخير عيد الأطحى من أهم مظاهر هذا العيد هو التضحية أو الأضاحي أو الزبائح التي يقدمها المسلمون في كل مكان وإحنا كلنا اللي نشأنا في بيئة إسلامية وفي مجتمع إسلامي نعلم جيداً كم الزبائح اللي بتبقى في الشارع في البيت الدم اللي بتاخد بالكف ويتحطى على الحطان إلى آخر هذه الأشياء بيبقى يوم بصراحة دموي كويس في كل مكان لكن القصة الحقيقية وتسمية هذا العيد بعيد الأطحى القصة الحقيقية متغزى من العهد الأديم من قصة إبراهيم وصحاق لكن لما اتخذت القصة اتخذت بمفهوم خاطئ وبمفهوم غير حقيقي وأسيء تفسيرها وتقدمها في العالم الإسلامي والنهاردة اليوم حابة أتكلم عن هذه الرواية هذه القصة وإزاي أن التفسير الحقيقي لهذه الرواية ليس مركزه الإنسان بل مركزه الله في البداية حابب أوري لحضراتكم فيديو بيتكلم عن لماذا سمي هذا العيد بعيد الأطحى ثم أعلق عليه وأقول أنه مغزى القصة ومغزى الرواية ليس كما يفهموا الإخوة المسلمون لكن هو في الحقيقة له مغزى ومعنى حقيقي ومهم جدا في الإيمان اليهودي وفي الإيمان المسيحي فخلونا نشوف أول فيديو لماذا سمي هذا العيد بعيد الأطحى ماذا سمي هذا العيد بالأطحى قد يقول قائل سمي العيد بالأطحى لأن الأطحى قد شرعت فيه فقط لا لا أخي الحبيب إنه تذكير بما ينبغي أن يتصف به الإنسان من التضحية بالغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل يبقى هنا التعريف الأساسي هو ما يتصف به الإنسان من التضحية في سبيل الله يعني ما يقدم الإنسان لله ميش نكمل وأن يوطن المسلم نفسه على ذلك ولقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ارتباط هذا اليوم بخليله إبراهيم عليه السلام تجسيدا لمعنى تضحية الحقيقية فما أقدره على هذه الألوام تضحياته يا ترى من الذي جعله يضحي بأعز وأغلى ما عنده بولده الحبيب من الذي جعله يستهين بحياته من الذي يقدر أن يفعل هذا إنه شيء واحد أيها الإخوة والأخوات شيء واحد لا ثانية له إنه الحب الذي فاض به قلبه لله عز وجل يبقى التركيز الأساسي هو على ما يفعله الإنسان لله وحب الإنسان لله ده التركيز الأساسي هفترض كده أقول لحضراتكم قصة افتراضية هفترض أنه أنا كشخص كان كل ما أمتلكه هو رغيف خبز كل ما أمتلكه في الحياة وشعرت أو الله قال لي الرغيف ده أدمه لإنسان محتاج مع أنه كل ما أمتلكه هو هذا الرغيف من الخبز لكن أدمته لأول شخص رأيته في احتياج لكن لم يمر وقت وفي نفس اليوم اللي عملت في كده لقيت واحد بيخبط على الباب وحامل معاه سلة مليانة من الخبز العيش الجبنة اللحمة الفراخ كل ما يشتهيه الإنسان موجود في هذه السلة واحد جالك أنت متعرفهوش قدم لك هذه السلة ومشي وأنا وقفتك كلم عن القصة دي أو كتبتها لما سجلتها أنا كنت عايزة سجل إزاي ربنا دبر احتياجي إزاي ربنا في محبته رأى إني أحتاج لشيء فأعطاني أكثر مما أحتاجه فالقصة كلها هي عن شخص الله وعن تدبير الله وعن محبة الله للإنسان وعن ماذا صنع الله من أجل الإنسان أنا لما كتبتها كتبتها عشان أشهد عن ربنا وعن إزاي ربنا دبر احتياجي لكن واحد لما أراها خد هذه القصة وعلى طول كل ما يتكلم في مناسبة يقول شوفوا أشرف عمل إيه ما جابش سيرة ربنا هو عايز يقول شوفوا الإنسان عمل إيه شوفوا إبراهيم عمل إيه شوفوا إبراهيم ماذا فعل من أجل الله مع أن القصة في أساسها هو ما فعله الرب من أجل إبراهيم وكيف دبر الله فداء لإسحاق وكيف رأى الله احتياج إبراهيم إلى الفداء فأوجد فداء لابنه دي القصة الأساسية ده المحور الأساسي عش كده لما نقرأ القصة دي في كتاب المؤدس المفهوم مختلف مش ما يفعله الإنسان تجاه الله لكن ما فعله الله تجاه الإنسان أولا وأخيرا إسحاق هو ابن الموعد كويس وهو عطية الله التي أعطاها لإبراهيم بعدما كان إبراهيم متقدم في الأيام وكانت سارة امرأته عاقرا أعطاها الله ابن الموعد الذي أتى من سارة الرحم الميت والذي أتى من إبراهيم المتقدم في الأيام طبعا لما بنقرأ في تكوين 22 بيقول وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هانذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وسعيده هناك محركة على أحد الجبال الذي أقول لك طبعا إخوة المسلمين مع أن القرآن لا يذكر أبدا اسم الشخص الذي أخذوا إبراهيم لكن هم على طول بيروحوا إلى أنه دوّن إسماعيل وليس إسحاق وانا هنا هذكر ما كتبوا بعض المعلمين اليهود اللي ذهبوا بخيالهم في هذه الرواية يعني هم تخيلوا أن هناك حوارا طويلا دار بين الله وبين إبراهيم في هذه النقطة بالأخص فالله بيقول لإبراهيم يا إبراهيم فقال لربنا هانذا إبراهيم رد عليه قال له هانذا فقال له خذ ابنك فقال له مين يا رب أي واحد فيهم إسماعيل ابني وإسحاق ابني اللي اتنين أولادي فالرب قال له خذ ابنك وحيدك فقال له رب اللي اتنين كل واحد فيهم يعتبر وحيد إسماعيل وحيد من هاجر وإسحاق وحيد من سارة فالرب قال له لا لا أنا بقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه فقال له رب أنا كأب بحب الاتنين مفيش أب بيبغد أولاده مفيش أب بيحب ابن عن ابن أنا بحب إسماعيل زي ما بحب أيضا إسحاق فربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه مين إسحاق يعني القصد الإلهي كله مرتبط بإسحاق كابن للموعد كويس فإبراهيم أخذ الصبي وأخذ الحطب وأخذ اتنين من عبيده وأخذ بيده النار والسكين فذهب كلهما وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي ده السؤال بقى اللي طرحه إسحاق على أبي يا أبي فقال هانذا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف إحنا إحنا جبنا النار معنا اللي نشعل بيها وجبنا الحطب اللي هنولع فيه النار لكن فين الخروف للمحرقة سؤال منطقي جدا وهنا بنرى محور الرواية ومحور القصة فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني الله يرى بمعنى الله يدبر هو الله يدبر نكمل الإراية فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعوا على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأغذى السكين ليسبح ابنه فقال هنا الله فقال الملاك الرب الذي زهر له فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإسكبش وراءه ممسكا في الغاب بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعد محركة عوضا عن ابنه فدعى إبراهيم اسم ذلك الموضع يهو يرأى أو يرأى بمعنى الرب يرى الرب يدبر الرب يرى ويدبر كل القصة هي عن تدبير الله كيف دبر الله فداء لإسحاق آه فيها جزء عن طاعة إبراهيم لكن كيف دبر الله فداء لإسحاق كيف فدى الله إسحاق هذه النقطة الأساسية فلما تأخذ القصة وتحولها إلى التركيز على الإنسان وليس على الله انت قدمت تفسير خاطئ وده على فكرة اللي عملوا الكرآن ومفسرين المسلمين إنه ياخد القصة الكتابية ويصنع فيها تحويرا وتفسيرا غير التفسير الحقيقي لهذه القصة علشان تتشوه القصة وتخدم الغرض بتاعه قصة الفداء قصة تدبير الله لاحتياج الإنسان هو مضمون كل الكتاب المهندس من أول ما أخطأ الإنسان والله المدبر لخلاص الإنسان ونشوف إزاي الله بيدبر خلاص الإنسان في احتياجه الأساسي وهو خلاصه من الخطية والموت عش كده الفكرة الأساسية أو الحقيقة الأساسية المحور القصة والحدث الرب الذي يدبر الرب يرى احتياج الإنسان ويدبر احتياج الإنسان ده ده المضمون الأساسي ده قاليني بس ده المضمون الأساسي للقصة كلها هنا هو الرب يدبر وفي الكتاب المعدس الله هو الذي يدبر الله هو الذي دبر للإنسان كل شيء قبل خلق والله هو أيضا الذي دبر للإنسان خلاصه بعد سقوته دي الحقيقة الكتابية المهمة عشان نقدر نفهم الحقيقة دي لازم نفهم يعني ايه الخطية في المسيحية لأنه ده أساس فهمنا لتدبير الله فداء وخلاصا للإنسان الخاطئ الخطية في أكتر من كلمة في الكتاب المؤدس استخدمت ونفس الكلمات جاءت أيضا باليوناني نفس المعنى لكن هبدأ من العهد القديم أنه كلمة الخطية أو حطى المعنى الأساسي هو عدم إصابة الهدف الإنسان عندما أخطأ لم يصب الهدف الذي من أجله خلق وهو مجد الله بل أصبح كل تركيزه هو مجد ذاته زي ما تصنع شيء بغرض معين لكنه الغرض ده تجد هذا الشيء ما بيتممش الغرض اللي تصنع من أجله وهي دي بتسمى تترجم كلمة خاطية وكلمة راع أيضا تطلق على الشر وبالأخص السلوكيات الغير أخلاقية فسق ضعار الزن الكذب الغش هذا الزور كل التصرفات الغير أخلاقية يطلق عليها الكتاب راع الإنسان لم يصب الهدف من حياته الإنسان سلوكياته وأفكار قلبه إنما هي شريرة كل يوم كلمة أيضا الإسم عون إن الإنسان يتعدى الخطية هي التعدي في الكتاب المعدس بعهديه القديم والجديد هي التعدي أن الإنسان يتعدى وصايا الله أن الإنسان يتعدى ما قد أمر به الرب ويفعل عكسه الخطية هي التعدي هي الفجور أن الإنسان يفعل الإثم قصدا وعن قصد والشر وعدم إصابة الهدف المعنى ده بنجده سواء في العهد الأديم أو في العهد الجديد للخطية فالخطية ليست مجرد تصرف ونشوف إزاي أن الخطية في الكتاب المؤدس ليست مجرد الفعل لكن هي الحالة الذي وجد فيها الإنسان أو أوجد الإنسان نفسه فيها للدرجة أنه شوهد كل فكره وكل إراته وكل أيضا مشاعره الخطية هي فساد الإنسان الإنسان فسد وكل على فكرة كل نظريات علم النفس النهاردة بتؤكد أن هناك شيء غلط في الإنسان يعني حتى نظريات اللي طالة هتقالك أنه لو وفرنا الإنسان كل التعليم ومجتمع راقي وإلى آخر الإنسان هيبقى إنسان كويس تشفوا أنه دي كذبة وإنه وإنه مهما وفرت للإنسان من وسائل ومن راحة هتظل الخطية ممتلكة الخطية هي فساد الإنسان الخطية زي ما قلت هي التعدي هي عدم الإيمان والبغضة هي أيضا عدم إصابة الهدف الإنسان أصبح بالكامل مشوه وعش كده أبعاد الخطية لها أبعاد كثيرة الخطية هي عدم فعل الصلاح إنه مش بس إن انت بتعمل الغلط لكن أيضا عدم فعلك للصلاح هو خطية لأن كل من يعرف أن يفعل صلاحا ولا يفعل فذلك خطية الخطية هي أيضا التمرد المقصود ضد الله إن الإنسان يقول رب اذهب عننا ومعرفة تركك لا نصر ونراها النهارده بكل وضوح في كل المجتمعات هناك رياء ديني لكن هناك أيضا جماعات أخرى تقول أن الله غير موجود وأن نحن لا نصرب نحن لا نصرب الله ولا نريد معرفته ولا نريد حتى أن نؤمن بوجوده خطية 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 الخطية هي الفكر والقلب المخادع الفكر والقلب المخادع طمع الكراهية الشهوة الخطية هي المقدرة على فعل الشر من خلال طبيعتنا الخطية الخطية هي حالة وضع وضع خاطئ يستحق الدينونة طيب أخذ مدخلة الأخت فريال أهلا أخ أشرف أهلا أخ أشرف سلام ونعمة المسيح معك أخي العزيز أنا أقول أولا كل المسلمين أيامكم شعيدة وكل عام وأنتم بخير أخ أشرف هم دائما يقولون في عيد الأضحى وفديناكم بذبح عظيم أنا أصلي من كل قلبي بأن الرب يلمس قلوبهم ويعرفون معنى هذه العبارة معنى الفداء ومن هو الفادي العظيم الفادي العظيم اللي هو المسيح له كل المش اللي نستطيع أن نقول أنه هو العظيم وليس الزبح أو الخروف العظيم لأن العظمة لله وحده فياريت لو يعرفون هذه العبارة اللي يذكروا الناحية الثانية يا أخ أشرف لما كنت في بلد العراق وأنا أذكر جيدا من كانوا يذبحون الزبيحة الزبيحة يجب أن تكون بدون عيد يعني سالمة لا بي مرض ولا بي عيد فالرب يسوع المسيح هو الذي بدون خطيئة بشهادة القرآن وبشهادته هو قال بسمه الطار من منكم يبكتني على خطيئة فهو هذا معنى الفداء ومعنى العيد الأضحى لكن محمد أخذ وبروز على كيف وطلع بهذه العبارة فديناكم بذبح عظيم فأنا أصلي من كل قلبي أنه يعرفون معنى الفداء الرب يلمس قلوبهم يعرفون من هو الفادي العظيم اللي هو الرب يسوع المسيح اللي جاء ومات على الصليب من أجل خلاص العالم ويعطيهم منح بالحياة الأبدية اللي يكون من يؤمن به وبعمله الكفار على الصليب هو دمه اللي يغفر الخطايا شكرا أخي شكرا لك ويتمجد دائما في خدمتك أشكرا على فكرة يعني واحدة من خدع إبليس مش أنه يأتي بالنقيد يعني لأنه لو أتى بالنقيد الإنسان ممكن يدرك لكن هو يأتي بمشابه للأصل لكنه ينزع منه الحق بتاعه بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كل القصة هي عبارة عن تدبير الله للإنسان تدبير الله الفادي المخلص للإنسان أن الله بيفدي الإنسان كويس وزي ما قالت الأخت في ريال وزي ما أنا هأكد في بعض الفيديوهات أنه هناك شروط أيضا للضحية أو الزبيحة هو الجبه منين دي؟ كويس وأهمية الدم دي كمان حية أخرى لكن هو هو راح أدم الحاجات دي كلها لكنه نزع معناها علشان ما يخليش الإنسان يؤمن بالمسيح المخلص يؤمن بالمسيح الذي قدم نفسه ذبيحة من أجلنا يؤمن بالمسيح الذي حمل هو خطيانا على الصليب فهو يقدم له القصة لكن القصة يقول له دي عن الإنسان ده شايف الإنسان قد إيه حلو وإحنا لازم نكون كده مع ربنا هو ما قدم له قصة مضادة هو قدم له نفس الحدث لكنه بصورة مخادعة وده اللي بيعمله دايما إبليس ده اللي بيعمله دايما عدو الخير نكمل مع بعض إيه هو بقى جوهر الخطيئة ما احنا لازم نفهم ليه الله بيدبر خلاص وليه الله بيدبر فداء للإنسان جوهر الخطيئة الخطيئة هي مزيج من الفجور والإثم نين مع بعض ممزوجين مع بعض إنه الإنسان يفعل الخطيئة ويسر بالخطيئة يفعلها وهو مسرور يشربون الإثم كالماء زي بقول الكتاب كويس الخطيئة هي عدم الإيمان الإنسان يرفض الإيمان بتدبير الله ويرفض أنه يضع ثقته في شخص الرب الخطيئة هي التمرد ضد الله جوهرها هو التعدي والتمرد ضد الله لكن هناك جوهر أساسي للخطيئة وهو كبرياء الإنسان والأنانية تصيران كالله عارفان الخير والشر مين اللي يرفض الامتياز العظيم ده أن يكون كالله وده كان سبب سقوط الشيطان وسبب أيضا سقوط الإنسان كميز عشو كده لما نيجي الحقيقة أخرى هل الخطيئة أثرت على الإنسان هل السقوط أثر على الإنسان تأثير الخطيئة على الإنسان أن الإنسان صار مزنب جلتي أمام الله ليه؟ لأن كل تعدي هو تعدي على وصايا الله حتى الخطايا التي أرتكبها ضد إخواتي وضد الإنسان هي أساسا أولا وأخيرا موجهة ضد الله وده لأدركه داود لما قال إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت ليه؟ لأننا لو اعتديت على الإنسان وأننا أسأت لأخوي الإنسان يعني لو أنا أتلت إنسان أنا تعديت على وصايا الله أولا الذي قال لا تقتل لو أنا كذبت على إنسان أنا تعديت على وصايا الله لو أنا شاهدت تزور ضد إنسان أنا تعديت على وصايا الله فأولا وأخيرا الخطيئة موجهة إلى الله ضد الله وضد قدسته فعش كده الإنسان جلتي مزنب قدام الرب الإنسان يستحق العقاب موتا تموت والله ما بيهزرش الله ما بيهزرش عارفين للناس بتستهين أوقات كثيرة بالقانون لأن هناك قضاء ورجال شرطة بيستهين بتنفيذ القانون يا عمي إرشيه وكله يبقى كويس يعني وقفك الزابط على أنك انت تعديت السرعة وكل اللي انت بتعمله هتحط له خمسين جنيه في إيده وانتهى الموضوع فالإنسان يستمر في الاستهانة بالقانون لأن القانون لم ينفذ الله بقى لما بيحط القانون بينفذه موتا تموت وموت روحي وموت جسدي وموت أبدي عقاب هناك عقاب للقطية وكلنا وكلنا على فكرة أوقات كتيرة يعني حتى في العالم الإسلامي يتمنوا يعيشوا في الغرب ليه يقولك أصلا أنت القانون بيمشى على الكل قانون بيمشى على الكل ما عرفش محابات حاجة الثالثة أنه الإنسان أصبح فاسد الطبيعة الخاطئة اللي امتلكت الإنسان الإنسان طبيعته خاطئة يفعل الخطيئة ليس ما يفعله الإنسان مش هو اللي بيجعله خاطئ لكن لأن الإنسان خاطئ بيفعل الخطيئة لأنه خاطئ بيفعل الخطيئة عش كده الإنسان يحتاج إلى كفارة يحتاج إلى فداء مين اللي ينقذ الإنسان من الحالة اللي فيها من الحكم بالموت الأبدي الروحي الجسدي ومن الهلاك الأبدي من اللي يقدر ينقذ الإنسان هنا الإنسان بيحتاج إلى الكفارة عدالة الله وبر الله بيجعل الإنسان يحتاج إلى كفارة لأن الله عادل ولأن الله بار الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإزهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السلفة بإمهال الله لإزهار بره في الزمن الحاضر الله ما بيجيش للخط يقول له أنت أخطأت طب روح ما فيش آدي أردي بار يفعل ما نصف بالله إن إحنا نهارده نقول آه إنت عملت الغلط إنت مجرد بس تقول له خلاص حقك علي الموضوع خلص أجرت الخطي موت وهناك عدل وبر إلهي هناك قداسة الله فعدل الله يتطلب موت الإنسان ويحكم على الإنسان بالموت لكن هناك أيضا جزء آخر فالله محبة الله هو يريد أن يعطي حياة للإنسان طب كيف للمحبة وللعدل أن يلتقي هنا تأتي فكرة كفارة هنا تأتي حقيقة الكفارة أن الإنسان قاسي كده لماذا الموت أجرت الخطي ليه الموت أجرت الخطي يعني هربنا قاسي هربنا وحش للدرجة دي هربنا بيصر بموت الإنسان لهذه الدرجة وتسمع بقى أفكار كتيرة لكن خليني أحط ده أحط السؤال ده بسؤال آخر ألا يكفي أن تكون أجرت الخطية طرد من الجنة أو عقاب آخر يعني أقعد كده وشك للحيط يومين أو أنا مش هأكلك لمدة أسبوع لكن لماذا قال ربنا موتا تموت Indeed Surely you will die لماذا الموت ولماذا أساسا ربنا لم يخفر لآدم عندما زي ما احنا بنخفر للآخرين ليه ربنا ما أغفرش آدم آدم معلش أنا عارف أني أنت بشر والبشر خطأون وعفى عما سلف ويلا أنا سمحتك الأسئلة دي بتدور في ذهن كثيرين يقول القديس أنسل في الإجابة على هذا السؤال إذا تصور أحد ما أن الله يمكن أن يخفر لنا ببساطة كما نخفر نحن أيضا للآخرين فإنه لم يفكر بعد مليا في جدية الخطيئة ولم يفكر بعد مليا في جسامة ثقل الخطيئة ده شخص يستهين بالخطيئة هو مش عارف أبعدها ولا عارف جسامتها ويقول الرسول بوليس واصفا الخطيئة أنها الخطيئة خاطئة جدا طب إيه هي مشكلة الخطيئة مشكلة الخطيئة أنها موجهة ضد الله أولا وأخيرا هي تعدي تعدي على قداية الله وعلى سلطان الله وعلى شخص الله نفسه عندما تكون الخطيئة موجهة إلى الله الملك نفسه الذي لا نهاية لعظمته ومجده وبهاء وقداسته وعدله يكون العقاب في درجة القصوى يكون العقاب موتا تموت وعلى قد ما يكون الشخص ذو مكانة عظيمة على قد ما يكون العقاب يعني تخيل مثلا أن أنت اختلفت مع صديق لك وروحت قلت لفظ وانت غطبان مش في محله قلت ومشيت تخيل أن أنت بعدها بأسبوع في الشغل عندك بتكلم رئيسك في الشغل وانت بتتكلم معه بردو غضبت وقلت نفس اللفظ الذي لا يليق ومشيت مديرك في الشغل هيعمل ايه هديلك جهزة ويمكن طرد لأنك تعديت سلوكيات المكان اللي انت فيه تعديت على سلوكيات العمل كويس تخيل أن أنت بتتكلم بعد كده مع رئيس وزراء وتنرفست وقلت نفس اللفظ ومشيت لأ تعال بقى وقف قدام الملك وقل نفس اللفظ واشتم هين ومشيت في كل مرة هناك عقاب لكن هناك عقاب بدرجات فيعندما توجه الخطيئة إلى ملك الملوك ورب الأرباب عندما توجه الخطيئة نحو الله الخالق الذي بيده حياتنا عندما توجه الخطيئة إلى شخص الله ونتعدى وصياه يكون هناك عقاب يناسب قداسة هذا الشخص وهذا ما تفعله الخطيئة هي الخطيئة هي التعدي واش كده الإنسان يحتاج إلى كفارة يحتاج إلى الفداء يحتاج إلى الفداء ويحتاج إلى فادي مخلص كفارة في الكتابة المؤدس واضحة جدا من أول سقوط الإنسان طيب أخذ مداخلة أخ أبو مهند من الأردن وأرجع أكامل مع حضراتكم ألو مساء الخير مساء النور أبو مهند من الأردن أهلاً وسهلاً بحضرتك أنا على الهوى آه آه تفضل لدي كلمة بسيطة إذا سمحت تفضل في الموضوع في الموضوع في الموضوع آه تفضل علينا علينا أن نعرف حدودنا تجاه الرب إن الله قد خلق في داخلنا رباطاً روحياً لكي يضبطنا في كل مرة نكاد نتوجه ود فيه حدود ما هو لصالحنا هذا الرباط يدعى الضمير علينا أن نتعلم حدود اللياقة الأدبية التي غرثها الله في قلوبنا وذلك لصالحنا ومطلحتنا الشخصية ومن ثم أن نختار العيش ضمن إطارها المرسوم لنا فبقراءتنا وكلمة الله وبالاتكال على روحه القدوس لتعليمنا عندئذ يضبط ضميرنا على المقياس الإلهي الموضوع لنا لمعرفة الخير والشر هذا يساعدنا على معرفة حدودنا واختبار الحرية والفرح والسلام الحقيقي الذي يقع ضمن هذه الحدود على قمير التذوض بكلمة الله المقدسة إذ قد تجاوز الحدود بحيات غير أنا بشكرك أنا بشكرك على المدخلة أنا بس عندي الوقت وليل الباقي ونفسي أكمل السرد ما عندي من أفكار مهمة فمعليش ممكن نكمل هذه المقولة أو في وقت آخر لكن شكرا على مدخلتك الكفارة والفداء كلمة كفارة أو كفارة وردت في العهد القديم أكتر من مئة مرة وكل مرة بتاعني يغطي أو يمحو والمعنى اللغوي هو كفر الشيء أي سطر وغطى ربنا يريد أن يغطي ويستر الإنسان الخاطئ الفداء هو الثمن الذي يدفع لتحرير عبد أو إطلاق أسير يعني لما أقول أنه دي كفارة أنا فاهم فكرة المعنى اللغوي اللي هو يستر أو يغطي لما أتكلم عن الفداء أنا عارف أنه الفداء بيعني ثمن يدفع لتحرير عبد أو إطلاق أسير كويس والفداء والكفارة عبرتين مهمين جدا في كلمة الله يعني في العهد الأديم أول ما بنقرأ عن سقوط الإنسان ومحاولته المتكررة أنه يغطي نفسه ويغطي عريه فشل الإنسان هنا بيتدخل الله ويتم تغطية عورة الإنسان من جلد وصنع الرب الإله لآدم ومرأة أقمصة من جلد وألبس هما ودي أول ذكر لأن هناك ذبيح ضحية فداء للإنسان دم سفق كويس للإنسان الخاطئ ونوح أيضا أول ما يكلمنا الكتاب عنه يقول لنا أنه بنى مسبحا للرب وكان دوا بعد خروجه مع أسرته من الفلك نرى أيضا عن البني إسرائيل أو بني إبراهيم واسحاق ويعقوب أنه إزاي إبراهيم بنى مسبحا للرب واسحاق بنى مسبحا للرب ويعقوب بنى مسبحا للرب ونرى أيضا أنه في تكويني 22 أنه الله دبر فداء كبشا من أجل إسحاق نرى أيضا في النموس المساوي عن الزباح وعن عيد الفصح وعن أيضا الخروف الذي يصبح والذي يرش دمه على العتبة العليا وعلى القائمتين لكي ما ينقذ ما في البيت ويفدي شعب إسرائيل من الهلاك نقرأ عن الزباح التي تقدم ليلا نهارا نقرأ عن زباحة الخطيئة زباحة الإسم زباحة السلامة نقرأ أيضا عن زباح المساء وزباح الصباح نقرأ عن يوم الكفار العظيم الذي فيه رئيس الكهنة كان يكفر عن نفسه وعن الشعب كله في ذلك اليوم نقرأ كل دوا ونعرف لي ربنا عمل كل ده ولي ربنا أوصى شعبه بكل هذا لكي ما يجد الإنسان الخاطي قبولا أمام الله كيف للإنسان الخاطي أن يقبل أمام الله القدوس كانت كل هذه زبائح رمز الله لا يحتاج إلى دم ولا يحتاج إلى لحم ولا يحتاج إلى لحم الكباش أو العجول أو التيوس الله لا يحتاج إلى هذا لكن كل هذه كانت رمز في العهد الأديم لحمل الله الذي يرفع قطية العالم وعش كده كان فيه شروط زي ما قالت الأخت في ريال حتى المسلمين تكلموا عن هذه الشروط خلينا نشوف الفيديو اللي جاي بكلمنا عن شرط مهم طبعا هو بيتكلم عن الأضحية لازم تكون من الأنعام أو الحيوانات اللي هي مقبولة ولازم تكون ولازم تكون لكن خلينا نشوف شرط مهم جدا يتكلم عليه شيخ ويتكلم عليه راجل عادي يعني في الماركت أو في السوق بتاع الأغنام نشوف الفيديو اللي جاي ونعلق عليه أهم حاجة ما يجي يستهدف يشتري الخروط يسيبه مش أقلي من نص ساعة يشوفه واقف الدال شفت يعني يعني أنت لما تروح أي هو قاعد ما قدرش يقف عينيه أين ليه رجل طويلة ليه رجل بسيارة في أي عاها في الضار في السلسلة واخدى بال حضرتك دي أهم من مميزات أنه ما يكونش فيه ما يكونش فيه عاها وبيقوله هنا لما تروح تشتري خروف ما تاخدوش وتمشي لا 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 ده أنت توقف على الأقل النص ساعة تشوفه إزاي بيمشي تشوفه إزاي بيتحرك تشوف هالعين بيبص كويس هالعين عين مضروبة هالأعور هالأعمع هالأعرج هالضعيف هال يعني تشوف كل دو تلاحظ الخروف في العهد القديم كان يقوله أنك تشتري الخروف في اليوم العاشر من شهر قبيب كويس وتقدم له الرب في اليوم 14 يعني يظل تحت الملاحظة في بيتك كام يوم 4 ايام ليه لأنه شرط أساسي في الزبيحة أن تكون بلا عيب بلا عيب ده أهم حاجة تكون بالعيب لأنه لو فيها عيب كيف تستر عيب الإنسان إذا أساسا هي فيها عيب لكن تكون بالعيب ومن هو الذي عاش على هذه الأرض بالعيب من الذي استطاع أن يقول للجموع من منكم يبكتني على خطيئة من الذي عاش بقداسة لم يقتل لم يسبي لم يشتهي لم يكذب من الذي عاش على هذه الأرض بقداسة إلا واحد شخص يسوع المسيح الحقيقة دي يقولها أيضا الشيخ ويأكد عليها سمعها من العيوب أن تكون ثاني من العيوب وإذا قال نفسك أربع لا تجزئ العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة والتي لا هزيلة التي لا تنقي ده جزء مهم لأنه هو متاخد من كتاب معدس متاخد من كتاب معدس بس هو مش عارف معناه هو عايز يقول أن المسلم يقدم حاجة لربنا يقدم ها كويسة لا لا هو الفكرة أن الذبيح نفسها الفادي نفسه الذي يفدي الإنسان من ضعف ومن خطيته لابد أن يكون بلا عيب إحنا عندنا بالمسألة المصري جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك يا عبد المعين محتاج معنا أو مساعدة ما ينفعش ما ينفعش واحد مديون يفك ديئة واحد مديون وما ينفعش واحد خاطي يعني يفدي واحد خاطي لازم يكون بلا عيب بلا عيب والكفرة في العهد القديم جوهرها الدم جوهرها الدم أهمية الدم إيه بقى أهمية الدم هو الإسلام تكلم عن أن أفضل الأضحية هي هي بالدم لكن هو ما تكلمش عن أهمية الدم كتاب المؤدس تكلم عن أهمية الدم ليه هناك سفق دم كويس هنا تيجي النقطة الأساسية لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيكم إياه على المسبح للتكفير عن نفسكم يبقى نفس الحيوان موجودة فين في الدم يبقى نفس أصد نفس طب كيف لنفس أن تفدي نفس دي النقطة النقطة الأساسية وعش كده كالي يسوع المسيح لابد أن يسفك دمه لابد أن يموت على الصليب ليه لأن الدم يكفر عن النفس الدم يكفر عن نفس لأن نفس كل جسد دمه هي نقطة مهمة الإسلام حتى أتقرب إلى الله لأن ما تقرب عبد في يوم الأضحى بشيء أفضل من إراقة دم طب هنا هو هو ليه طب أنا ممكن يعني لو الدم دم مش للتكفير وإن وإن عايز أتقدم لربنا بحاجة طب أنا ممكن أكتب شيء بمليون جنيه طب ده أفضل يعني 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 إيه أهمية الدم ممكن إذا كنت أنا بقى هتقرب الفكرة نفسها هي تقرب لله طب أنا ممكن هتقرب بحاجة كبيرة تبدأ يا عمي أنا ممكن أحول منطقة عشوائية أبني فيها بيوت للناس اللي عايشها وده يكون حاجة كويسة إش معنى أفضل التقرب لله يكون بالدم إيه أهمية الدم وهنا سكتم بكتم ليه ربنا عنده أقرب الأشياء أو أفضل أنواع التقرب إليه هي بالدم ليه لأنه هو ما عنده الحق ده هو شوهه شوه إنه إنه نفس كل جسد دمه لأن الدم يكفر على النفس هو ما عنده دي مش عايز يقبلها لأنه لو قبل دي ده يفتح له الباب على أنه يقبل عمر المسيح وموت على الصليب لكن هو مش عايز فخلى الموضوع كله مرتبط بالإنسان وتقديم الإنسان أشياء جميلة لله لكن هو ما فكرش فيها هو خدها من الكتاب معدس لكن ما خدش المعنى الصح من الكتاب معدس نكمل نكمل فيديو أيها جنايم الشيف فضل إراقة الدم يعني سيدنا النبي أخي تبين أن أفضل شيء يقدم في هذا اليوم قاله رسول الإسلام تبين أن أفضل شيء يقدم في هذا اليوم هو إراقة الدم وبعض الناس ربما يغيب عنه أن يفتح ما المراد من إراقة الدماء أيها هنا الدنوة الأساسية ما المراد من إراقة الدماء أيها المراد التقرب إلى الله المراد التقرب إلى الله إيش معنى إزاي يعني فيطعام وإطعام وإطعام وفقراء والهدايا لقرابتك هذا تبع أوكي خلينا أقول إذا كان الغرض هو التقرب لله ففي أشياء كثيرة جدا تجعل الإنسان يعبر عن كربه لله غير الدم وليها قيمة ليها قيمة بالفكر البشري ليها قيمة إذا كان الموضوع هو التقرب لله مش التكفير عن الخطيئة مش الفداء يعني إيش معنى الدم كم المراد التقرب إلى الله فيطعام أهلك وإطعام الفقراء والهدايا لقرابتك هذا تبع وليس استقلالا وإلا لو قدر أن إنسانا ضحى ولم يأكل منها شيئا وتركها فقد ضحى لأن المقصود إراقة الدماء والله جل وعلا لا يتقرب له في يوم النحر بشيء أعظم من إراقة الدماء الله لا يتقرب له بشيء أعظم من إراقة الدماء ولم يجيب على سؤال ليه إحنا عندنا ليه كتاب المؤدس أسألنا ليه وعش كده في العهد القديم لما كان الإنسان يقدم الزبيحة كان هناك بعض الله هنا يقول ليه وكل شيء تقريباً يتطهر حسب النموذ بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة ده الحق الإلهي اللي الإسلام خد الفكرة أو خد التعبير لكنه لم يأخذ الحق المعلن فيها ما جاوبش على سؤال لم يجيب على سؤال ليه أفضل التقرب لله هو بالدم إيه سر الدم كتاب قالينا إيه سر الدم كويس الزبيحة وشروطها زي ما قلنا يجيب أن تكون الزبيحة بالعيب حاجة تانية بقى واللي مش موجودة في الإسلام واللي هنا بيأكد الكتاب المؤدس أنه زي أنه الدم للتكفير لأنه نفس نفس الحيوان في الدم كان الإنسان اليهودي لما يأتي بالزبيحة وهو خاطي كان يضع يده على رأسها يعني الزبيحة كده حط إيه إيده على رأس الزبيحة ويقر بخطاياه وبآثامه قبل أن تزبح وهنا فيه معنى جميل جدا وهو أنه أنا الإنسان الخاطي اللي محكوم علي بالموت لأن أجرة الخطيئة موت اتنقلت الخطيئة مني أنا إلى الحمل البريء فبوضع اليد كأنه فيه عملية انتقال تمت تم نقل الخطيئة مني أنا وأعقبها إلى إلى الحمل البريء اللي هيموت عني نيابة عني ويسفك دمه نيابة عني وده اللي قاله كتير مؤدسة عن الرب يسوع لما قال كلنا كغنم لنضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا هو حمل خطيانا ومات نيابة عننا هذا البعد قد أخفي بل قد أخفى إبليس لكي لا يؤمن الإنسان بعمل المسيح شوفوا هنا يرشد الكاهن دم الزبيحة المسبح للتكفير وتحرك الزبيحة كلها أو أجزاء منها على المسبح نظام الزبائح في العهد القديم غرضه أن يرفع غضب الله ويمحو الخطيئة ويصالح الإنسان الخاطئ مع الله القدوس شكرا المسيح مات نيابة عننا يقول لنا في بوترس الأولى أصحح 2 وعدد 24 الذي حمل هو نفسه المسيح نفسه لكل المجل الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده يعني يعني لم يكبر عليها بل أتى طوعا على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا ده الذبيح لا من أجل خطيانا فقط بل من أجل خطايا العالم أجمع كده أختم بالآية الأخيرة لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ولأجل هذا لنا قبول ليس لأننا أبراج بل لأن المسيح فدانا كفر عن خطيانا حملها نيابة عنا على الصليب يليتك تفتح قلبك وتقبل حمل الله وما فعله لأجلك وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم